السلام عليكم متابع قناة فضول المعرفة أرجو من الجميع الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد يعد مفهوم الوقت أمرا حاسما في وصف بيئتنا يمكننا مرور الوقت من تحديد تغير الكائن وحركته للوهلة الأولى يمكن للمرء أن يعتقد أنه مع وجود ساعة واحدة للكون بأكمله فإن الوقت مطلق الوقت ليس بالبساطة التي نعتقدها نميل إلى العمل على مدار الساعة حيث نصل الساعة تسعة صباحا ونغادر في الساعة خمس مساء ولا يختلف تصورنا للوقت فلال ذلك الوقت على الرغم من أنه يبدو أنه يتباطأ قبل عطلة نهاية الأسبوع في مطلع القرن العشرين حطم اكتشاف جذري فهمنا السابق للنسبية لم يعد الوقت مطلقا ولكنه نسبي لكل عنصر وقته وساعته الخاصين به ويمكن أن تلتقي ساعتان متزامنتان مسبقا على مسارات مختلفة عبر الفضاء مرة أخرى وتعرضان أوقات مختلفة ما هو تمدد الوقت؟ تمدد الوقت هو ظاهرة غريبة على ما يبدو تتمثل في مرور الوقت بشكل أبطأ بالنسبة لمراقب يتحرك بالنسبة إلى مراقب آخر اعتمادا على حركته النسبية أو مواقعه في مجال الجاذبية هذه هي الطريقة التي يعمل بها الوقت مفهوم نسبي هذا بقدر ما يبدو سخيفا هو نتيجة لنظرية نسبية لأينشتين نحن معتدون على الإسراع في كوننا نسبيين في الحياة اليومية على سبيل المثال سيارة تسير بسرعة 97 كم في الساعة بالنسبة لمراقب ثابت يمكن ملاحظتها على أنها تتحرك بسرعة 193 كم في الساعة من قبل سائق سيارة متجه في الاتجاه المعاكس بنفس السرعة هذه الظاهرة نفسها تؤثر أيضا على الوقت اعتمادا على السرعة النسبية للمراقب أو الموقع داخل مجال الجاذبية يمر الوقت بمعدل مختلف لذلك المراقب عن مراقب آخر هذا التأثير المعروف باسم تمدد الوقت يمكن ملاحظته فقط في ظل ظروف معينة على الرغم من أننا نتعرض له باستمرار عند مستوى منخفض تمدد الوقت هو نتيجة لنسبية أينشتين حيث لا يكون الوقت مطلقا كما قد يبدو معدل اجتيازه يختلف للمراقبين في أطر مرجعية مختلفة كانت نقطة انطلاق أينشتين هي أن الضوء له نفس السرعة المقصة بغض النظر عن حركة المراقب هذا الافتراض الذي يبدو بريئا يؤدي إلى الاستنتاج الحتمي بأن الساعات المتحركة تسير ببطء كثيرا ما تستخدم هذه العبارة لوصف تمدد الوقت ولكنها مخادعة بعض الشيء لأنها تركز بشكل كبير على الساعات التي تعتبر ذات صلة فقط بمعنى أننا نستخدمها لقياس الوقت ومع ذلك بدلا من رؤية تمدد الوقت على أنه خاصية للساعة يجب أن نعتبره حقيقة غير متوقعة حول المكان والزمان تنقسم نظرية النسبية إلى النسبية الخاصة والنسبية العامة وخصائص تمدد الوقت في كليهما مبدأ أن سرعة الضوء هي نفسها لجميع المراقبين أمر بالغ الأهمية في النسبية الخاصة وفقا لعالم الفيزياء في جامعة بوستن بعد عشر سنوات من اقتراحه للنسبية الخاصة وسع أينشتين نظريته لتشمل تأثيرات الجاذبية في النسبية العامة ومع ذلك يتم تحديد تمدد الوقت في هذه الفرضية من خلال قوة مجال الجاذبية المحلية بدلا من سرعة السفر نحن نعيش حاليا في مجال جاذبية متواضع على سطح الأرض لذلك نشهد بالفعل تمددا زمنيا دون أن ندرك ذلك بالإضافة إلى ذلك تتغير قوة التأثير عندما نتحرك لأعلى ولأسفل داخل مجال الأرض تكون الجاذبية أضعف في الطابق العلوي لمبنى مرتفع عنها في الطابق الأرضي لذلك يكون تأثير تمدد الوقت أضعف بالمثل في الأعلى كلما ابتعدت عن سطح الأرض مر الوقت بشكل أسرع على الرغم من أن التأثير صغير جدا بحيث لا يمكن إدراكه بواسطة حواس الإنسان يمكن قياس الفارق الزمني بين الارتفاعات المختلفة باستخدام ساعات دقيقة للغاية من الأمثلة الرائعة على تمدد زمن الجاذبية المنطقة المحيطة بالثقب الأسود والتي تتمتع بجاذبية أقوى من الأرض نظرت ناسا فيما يمكن أن يحدث إذا تم وضع ساعة على بعد عشر كيلومترات من ثقب أسود بكتلة الشمس قد تستغرق الساعة حوالي ساعة وعشر دقائق لإظهار فرق ساعة واحدة عند عرضها من فلال تيليسكوب من مسافة آمنة التناقض المزدوج هو إحدى أكثر النتائج المحيرة لتمدد الوقت في هذه التجربة الافتراضية للتوائم يعيش أحد التوأمين المتطابقين على الأرض بينما يسافر التوأم الآخر إلى نجم بعيد بسرعات تقترب من سرعة الضوء عندما يجتمعون في وقت لاحق يكون عمر التوأم المسافر أقل بكثير من الشخص الذي بقي على الأرض وذلك بفضل تمدد الوقت النسبي الخاص تنشأ المفارقة الظاهرة من الاعتقاد الخاطئ بأن الوضع متماثل بعبارة أخرى يمكنك القول أن التوأم المسافر ثابت بالنسبة إلى التوأم المتجه إلى الأرض مما يعني أن عمر الإنسان سيكون أقل من التوأم المسافر ومع ذلك هذا ليس هو الحال لأن الوضع غير متماثل عندما تتحدث النسبية الخاصة عن الحركة النسبية فهذا يعني الحركة في خط مستقيم بسرعة ثابتة هذا ليس هو الحال في هذا الرسم التوضيحي نظرا لأن التوائم معا في بداية الرحلة ونهايتها يجب أن يتسارع التوأم المتحرك من حالة السكون إلى سرعة القصوى ثم يستدير ويعود في الاتجاه المعاكس قبل أن يتضاطأ في النهاية إلى التوقف تقدم مراحل التسارع والتضاطئ هذه النسبية العامة لأن لها تأثيرات مشابهة لتلك الخاصة بمجال الجاذبية عندما يتم إجراء العمليات الحسابية لحساب هذا التسارع يتضح أنه مثل السفر عبر الزمن فإن التوأم الذي يرتحل إلى الفضاء يتقدم في العمر بشكل أبطأ من التوأم المتجه إلى الأرض شكرا لحسن المتابعة لقاكم في الفيديو القادم